اشتركوا في القناة 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 هذا الاخر قبل كم يوم اللي اعلن انه استاذ سرمت قال انه انا رئيس الاتحاد اكون ملاحظة انت تسمحها والمشاهد يسمحها هو قلي يسمحها لنفرض الان من الان انا اخذ هذه القطعة مالتي وارح وقل ليه تعالي سنة الاتحاد ما يتصير شون ما تصير الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي عند دستورة يحترم قرارات كاس وهو كان خصم الى سنة ما تخل لا خصم الى فالاتحاد الدولي يكون يحترم قرارات كاس وبعدين عليه قيد جنائي فما ممكن يعني احكي لكم معلم ما ممكن سرمت يتبوى منصم بأي مكان رياضي مو فقط بالتحاد سبع الاتحاد الدولي ما تقبل لماذا انتخابات المكتب التنفيذي قبل سبعة عشر سنة طارق معلم لماذا؟ المحكمة نفسها المحكمة الرياضية محكمة النزاعات اعتبرت دخول سرمت عبدالله وزميلة شعلان قد قدحت بنتاج الانتخابات لان هذا عنده قيد جنائي وسرمت عنده قيد جنائي وعنده قرار من اللجنة والولمبياة الدولية انه منتهي قواعد القلق الرياضي فلغتها الانتخابات الثانية اللولها بعد ثلاثة شهر ايضا اللجنة المشرطة على الانتخابات ما خلته يدخل عليه الخبراء او ما يسمى بالشخصيات المميزة قالتها هذا الشخص مخترق او عنده خرق شور رشح شور رشح ما رشح مرة ثانية ما خلله منعوه زيانا نفس المحكمة اللي ابطلت انتخابات لانه هو عنده خرق لقواعد خلق الرياضي واللجنة والولمبيا ما اعترض على الانتخابات وولا ما صادقت نتائج انتخابات مكتب التنفيذي فشلون يجيه السيآن يصل رئيس الاتحاد هذا اولا اثنين هو هساء قانون 29 قانون لجنة الولمبية وقانون الاتحادات الاتحادات يحترف بها فقط ان تحترف بها الاتحادات الدولية واللجنة والولمبية الوطني العراقي اللجنة والولمبية تحصل صغ sleeves tekster بان تحترف بالاتحاد المعترف بي دوليا ما يعني ازاこれ حدث ممكن محلي دولي او لنفقط دويا وإنما قرار كأس أنا ما رحيت له هو راحلها وصرنا خصوم وانتظرنا السنة وسابعة أشر مرافعات طيب ماكو فاليوم أنه تقربت وجهات النظر جربت أنه تبعدون على طاولة وحدة دخل الشخص طرف ثالث شوف أنا لسببين السبب الأول ذكرت لك قبل شوي لو الآن أخرج من التعليم وقال له تعال يا أخي الكريم تعال يا مكان الإتحاد الدولي عاقب الإعاقب الإتحاد السباح الآن اثنين أنت تتقرب وجهات النظر أنت مثلا هسا أنت تجي أنا أجي أشتك عليك أقول لك أنت تحل الصفة مذهلة وهذه التهمة توديك حشا قادرك توديك للسجن من 3 إلى 15 سنة يعني بساطة تجي الصالحني وتقول لي تعالي والله خلال نقاتها نتفاهم هي رياضة المفروض هو يروح للبداعة مثل ما راح كاس خلاص كاس كاس نزعات نزعات ليش إلى التحقيق وانتحال صفة يعني تعرف الشيء علينا النوع حياتنا مداخلين محاكم في الطريقة انتحال صفة شونا أنا مثلا شال ديرتبوك والضابط أو شاي الهوية مالمستشار وقال أنا مستشار وأني ممستشار هذا انتحال صفة الحلوين فهذه التصرفات التصرفات الغير محسوبة هي اللي تخليك أنت أستاذ خالد يعني اليوم نعرف كله زيان هذا الشد والجذب والكر والفر على قولت لا 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 القصد احنا تم تقول أنه احنا الهى تلتخيل بقانون لا لا عفوا بس خليني أكمل مداخلتي اليوم انت من تقول احنا الهى الأمر ما معكوس عليك الأمر مو شخصي معك الأمر أنه اليوم أكو منصب اللي هو اتحاد السباحة هذا الاتحاد بمجموعة من اللاعبين والسباحين يعني هاي القرارات شون تثير لا لا شون شون تثير أصلا أصلا احنا بظل هاي النزاعات هو بحياة تماما اخذ وسام ذهبي رح حول سباحين اخذ وسام ذهبي اثنين فضية وثلاثة برونزي اكثر استقرار صار من السابق أنا وياك اخطل عائلة السباحة عاخد كريم ازيدك من الشعر عائلة السباحة عرفت وضع شعر كالفترة يساوي لفزة ومرة برلمان ومرة وزارة ومرة كاز ومرة محكمة واستقرين يعني كان هو حتى شكك بنتائج بالدوارة العربية فأبدا ما متأثرين قيد أنولة في هذا الموضوع حسنا ممكن أنا كرئيس الاتحاد يشغلني أبارع على قانون أسوي دفوعات بس عادة السباحة الحلقة سافروا مع عسكر تدريبي العربية سافروا مع عسكر تدريبي بطولة عالم واشتركوا بطولة العرب شنو تأثير الوضع وعثم نتائج بطولات يمكن مع عجل احترام لكافة الاتحادات الاتحاد الوحيد اللي سوى عمل تسع نشاطات على مدار السنة بطولات طويلة وقاطس الماء وسباحة أولمبية وقرة ماء وماشي الأمور والأمور يشارك ما عبدال كل تحتيم معالي خارجية مشاركات خارجية واشتركنا بطولة العرب وحققنا خمس أوسمة طيب واشتركنا بطولة العالم وحققنا سبع أرقام قياسية حققوها سباحي النجو شنو تأثيرهم يعني شنو أنا بس أريد عرب شنو تأثير على السباح عبدا هسه هو رجل يتمسك بهذا الموضوع وهو حقا أنا ما ريد أقول لا خليه يقعد يسكيت مرة ممكن حج اتكلمت نصحت نصيحة هو هسه ما ريد يأخذ النصيح هل هو هاي محاكم نحترم القضاء ونحترم القضاء الدولي ونقضاء المحلي وأنا متكلم بأكثر من محفل وهو حقا يريد يشترك بس كثرة الشكار أي رهم تجعله هو الشخص هو المشاكس مؤاني طيب خلال هاي الفترة اللي أنت استلمت بها اتحاد السباحة وشاركت عدة مشاركات مشاركات محلية ومشاركات عربية برأيك شون تشوف أنت مستوى اتحاد السباحة اليوم مستوى مقنع بالنسبة لك أم يحتاج إلى أن عاش وعندك طريقة معينة اللي تنعش هذا الاتحاد لا أول طبعا يعني أنا صراحة كريس الاتحاد أنا ما أريد أبخص حق المدرمين والسباحين حقيقة كانت نتائجهم من فترة النظار في البطولة العربية وصراحة صعدوا على المنصة سباحين وسبع سباحين يعني ثلاثة أخضاء وأمسهم وخمسة أو سبع أخضاء وسعى حققوا أرقام معراقية أنا راضي عن عائلة السباحة كمدربين وسباحين ولكن وهذا مطموح طيق فنحن نحقق أفضل من بعض الدول يعني نحن بهذه المطولة يعني ممكن جاوزنا السعودية جاوزنا بعض الدول الخليج يعني هذا ولكن نريد 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 مقدمة هاي شون يجيه شيء مدربين حتى من مدربين أجانا حتى من الدولة كون ساعدنا ببنى تحتية ومسبح الوحيد بالأراق اللي هو يمكن أنا أصبح غير دولي يعني ما تقدر تقيم طول دولي هو مسبح الشعب وعلى أسف الشديد وهم بمستثمر ببعض الأمور يعني قلت لك الرات لأثر عليك هو مستثمر يعني إلى حد ما شو نوع التأثير يعني تعرف وين مسبح فارغ وين مسبح بمشتركين لا يأثر مع الألم نحن هو متعاون يعني كان ذاك الاتحاد ينطيف لاين يتمرنون لا عسنا ثلاثة أربعة للمسبح بالتمارين ماكو أيام خاصة للتبرين المهمات عرقلت التدريبات نهائية ضد من الصباح لأدنى وقت إلى وقت متأخر من الليل طيب وضعكم المالي شوانا يعني الوضع المالي الميزاني مال الاتحاد 525 مليون هي كانت معدة قبل يعني نعم نصحة رواتب ونصحة نشاطات تشغيلية نحن نحاول نقلل من الرواتب يعني ونزيد من النشاطات والمعسكرات القارجية والمطورة شنو الطريقة التي تتقلل من الرواتب يعني يتسرح عدد من السباحيين أو الموقفين نحن يعني ممكن تقليل بعض الرواتب بعض المدربين يعني يكون مدربين مثل غرص 6 مدربين كرة الماء أربعة الأولمبية كذا طويلة يعني تقدر مرة تختزل أو مرة أو تقلل شيء بسيط ما يعثو على اليوم أو الأولمبية تشكل لجان من جديد حيادية حتى توزع الموازنات بصورة أفضل وفق المعايير علاقتك زينة بالأولمبية الحمد أنا علاقتك بالجميع زينة لا نعمة إن شاء الله الله يوفقك بها وتستثمر هذه العلاقات لخدمة الاتحاد لكن ممكن أنه حجيت إياهم أو لك نية تحجي إياهم في موضوع مراجعات الميزانية مالاتحاد يعني أنا تكلمت هذه السنة صعبة أنت تعرف أكو جدل بين الوزارة وبين أولمبية من يوزع الأموال والحلقة الوصل المالية والحلقة الوصل الأخرى الأمران العام يعني هاي من انتهت هاي بك ونشات بوقت الوزير رحمة رياض ما من انتهى وكل ما يقول لك انتهت إلى الصدقة والحال شنو المتبرر والسباح الحال هو نحن نشعر السباح بصورة عامة بصورة عامة بصورة عامة هذه السنة حد علمي من المسؤولين المعنيين ما رح يكون تغييب الموازنات تبقى على ما هو يفترض تغيير الموازنات على ضم النشاطات ونتائج الاتحادات جل احترام لجميع الاتحادات فلوس الاستثمار دفعت بقطع أجزاء من عدها لهم تدفع دفع إلها حصة الاتحاد السباحة إلها حصة الفلوس وين راحت ما الاستثمار يعني هو تعرف أن جينا المستثمر يطلب مليار وربح هو يطلب هو صارف يعني هو مليار وربح بس هو صارف عليه مليار وربح حد ما لقينه من القوان وكان شغلي يستقطع الفلوس بقى يطلب شيء بسيط يعني بس هو شنو يأثر علي أثر علي كورونا وغلق المسباح وكذا وكذا ممكن أنه تتمدد لفد مدة معينة ممكن قدم طلب طلب التمديد يعني على تواري هو مكورونا ما اشتغل وكان يعني هو مسكرين فنقول بعنوى يعني بعضر من قرية الأزمة يعني أكو نية للتمديد ما عرف هذا قرار من الوزارة من الوزارة طيب المحافظات شنو وضعها من اتحاد السباحة موجودة اليوم جاية الساحة يعني الاتحادات الفرعية معلسف صراحة نتيجة هذه المشاكل الإدارية تقريبا ستة من الاتحادات صارت غير نشطة ما تتفاعل بصورة يعني نموذجية ولكن الأمدية مالة هذه المحافظات تقريبا نحن قاعد سبع محافظات الأثمانية الشارك دائما نشاركون 25 إلى 30 نادي نشاطات يعني عدد لا بس به من 7 إلى 8 محافظات يعني بعض المحافظات بها مسابح ما يبقى المسبح إلى التوصيف الأولمبيئ أو الدولي وكو بعض المحافظات لا بها أنهر فيجون بالسباقات المسافات الطويلة يعني بنى التحتية ما يقول محافظات فقيرة السباحة فقيرة وعلى أسف الشيء هسا رئيس الاتحاد يقول السباحة الفقيرة وأشوف أنه يطي إيحاءات وإيماءات على وجه أنه هو متأسف لهذا الكلام أنت ما عندك فالطريقة معينة تنعش بها هذا الجانب يعني أنا شبيذي يعني الحكومات المحلية رئيس الاتحاد ليش شبيذي آخر كريم احنا كنا بالحكومات المحلية صدر القرار المجل بزراء أن يلزم المحافظات ولكمهات المحلية أن تصرف 10% من موازناتها إلى الرياضة طيب كم منشآت 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 يعني يعني وجوز محافظة واحدة أو محافظتين التزمت بهذا الموضوع البقية ما التزمت وحتى الالتزم بصرف ما التزمت بمنشآت للسباحة هذا أولا اثنين دائما كرة القدم هي مغضة حصة الأسد سواء كانت على صعيد الأندية أو صعيد حتى الوزارة يعني مثل التبني بنت ملاعب كرة القدم بس ما بنت مساب بنت مساب يعني مشاريع متفكة المزارة في محافظة ميسان في السماوة يعني لحد العرف الزحفرانية ما ما رأى النور هذه المساب مهم مهمة شخصيا حتى هي الدولة وزارعتها مبالغ خطة استثمارية ومحافظات عدة مبالغ تنمية الأقاليم ويفترض توزح هذه الأموال خصوصا على المشاعة الرياضية على أقل تقدير على انتعاش هذه اللعبة أو تلك ومفق كرة القدم الخمراسي والصالات والمتيالات والملاعب الدولية فهي أكو قاعة مثل قاعة السلة متعددة الأغرام هذه من 84 هذا المسلح من 84 80 هذا الخلل الحكومي الخلل الحكومي متمثل في وزارة الشباب والرياضة هنا الخلل الحكومي لكن هناك جانب ثاني ممكن أنه عندك اللجنة الأولمبية أيضا يعني ترك الباب على مصراعي وبدون حسيب وبدون رقيب أنت مثلا مبالغ ابن مشاط يا ظين نحن نتكلم معلومة تحتيب نعم معت الأولمبية أنا مدفاعا أنا بس معت مرة بزمن الله رحمه الحمد الحجية وزارة التقديد خاصة صدت الله بنا من ثلاث قاعات واحدة بالكوفا واحدة في ميسان واحدة في البصر قاعات متعددة الأغرام إذن اليوم ما كفت طريقة تضغط على الوزارة يفترض يعني المنشآت الرياضية وعاديتها ممكن واحد في المستقبل يبني أعمال على هذه الخطوة والله احنا شو كل دورة نيابية خلي نقول أنه على اعتبار أنه وزير يجي مع الدورة النيابية كل أربع سنوات نسمع أنه راح اليوم ينفتح المشاريع وتنفتح الملفات وتنتهي هاي الملفات العالقة لكن إلى هذا اليوم يعني لا وحي النزل ولا خبر أخذك كريم هي الموازنات الانفجارية اجت قبل داعش يعني اجت بالضبط بالأشفين وعشرة طيب وتوقفت من داعش دخولة المنصر واحتلت معلسف جزء كبير من أراضي العراقية ووقعت الدولة تعامي من موضوع العجيز وصار بعدين صارت مو فقط داعش الأزمة المالية العالمية وكذلك بعدها انقفاض أسعار البترول في العالم فبقت الدولة دائما اصير موالها ترقيعية بالنسبة للمحاوظة انتج مطلوبين على هذه المشاريع هناك مشاريع دون الـ 40% اللغة أو دون 10% اللغة مشاريع الـ 60% يعني صار من 2014 لغاية الآن كل هالأمور ترقيع معني تعرف الدولة مليارات تنطير واتب للمتقاعدين للمنظفين أنا هنا محل الدفاع ولكن هاي خطط دولة يعني جانب بزمن جاسم محمد جعفر الله ذكرة بالخير كان أكو أموال صارت مشاريع لذلك كانت مدينة رياضية بالبصرة مكتملة صارت بس مكتملة لها المهم لحن ملعب البصرة كما لا ملعب مكتملة لكن كمدينة رياضية لم بنا وحجر أساس ما التوجيه تنسى ما كملت ولكن كانت أموال فصارت مشاريع الآن الأموال ورجاء الأخ جاسم ما كانت أموال فقط صرفوها على بعض المشاريع الرياضية اللي رأت النور كربلا وملعب ميسان وملعب مصر طيب اللجنة الأورمبية هم كتب الكوم تستفسر حاول نشاطات كوم المستوى الرياضي المداليات اللي يتحصلوها أما ما كون يعني شوف مع الأسف قانون الجديد قانون القانوني يعني قانون 29 قانون اللجنة الأورمبية قانون 24 عام 2021 قال الاتحادات منطة استقلالية تامة للاتحادات إداريا وماليا فرعا عادت الأورمبية تدخل بأي شيء يخص إدارة هذا الاتحاد وتطويره ولكن مع الحاض أنه الأورمبية ملاحظة إذا أي اتحاد عنده مطولة ممكن الدعم عنده محصل إنجاز تكرمه وآخر وآخر فتح الباب على مصر أهل كل جميع الاتحادات التي يحتاج مدرب أجنبي توقع مدرب أجنبي على موزنة هل الخاصة أنا أعتقد هذه قطوة مدرب أجنبي قطوة أعتبرها مثالية تساعد الاتحادات كثيرا خاصة المحتاجين مدربين أجانب طيب خلينا نروح الفاصل ونرجع نكمل حوارنا وياك مشاهدين الكرام نروح الفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع سيد خالد قويان رئيس اتحاد السباحة والعاب المائحية انتظرونا مشاهدين الكرام عدنا لكم من بعد الفاصل ونكمل حوارنا مع السيد خالد قويان أستاذ خالد قبل الفاصل نتحدث على موضوع المدرب الأجنبي لكم نية أنه مدرب أجنبي يأتي السباحة نحن الحقيقة لدينا موقعين مع مدرب أجنبي قبل أكثر من 17 مدرب أوكراني للفاعات العمرية طيب مع الاسف الشديد تعرق لتالصفقة والعقيد بسبب عدم وجود تقسيصات كان بالبداية بالنية أنه يكون هذا العقيد وهذه الأموال تصرف المدرب من وزارة الشباب الوزارة صرفوا على موازنة كم بما الموازنة معدة سلفا ومقصص لنشاطات معينة ولا روات معينة فتلك العقيد الآن الأولمبية تتح مثل ما أسلفت تتح أنه توقع لكل اتحاد مدرب بسقف معين طبعا مالي فتصنى بالمدرب بقاطي جد الجواز إن شاء الله تم الصفقة بيننا وبين الأولمبية برأيك قد هاي الفترة راح تستغرب أقل الشهر أقل الشهر شوكت نشوف إنجاز أولمبي صعب شنو الصعب يعني الصعب تعرف مثل كان قبل يرادلها مدربين يرادلها حسن مدرب راح يجي نحن مدرب صعب يعني ممكن عربي ممكن آسيوي عربي على مستوى قريب آسيوي على مدى متوسط أولمبي على مستوى بعيد إذا اشتغلنا هاي الفترة اشتغلنا صحيح هنا يعني أريد أعرف الفترات المتوسط والقريب والبعيد بشقد هاي الفترات يعني القريب مثل سنتين حقق إنجاز أظل ما حققنا هذا العام طيب على مستوى العربي يعني بطول العربي آسيوي هاي الدورة الدورة اللي تيجي أن بعض السباحين موهوبين جدا إذا احتنين بهم وهم بقوا مستمرين ممكن يحاصبون أو آسيوي طيب حتى على مستوى القفز بالبع وليس السباحين والبعيد يعني البعيد أنا افتراضي هذا يعني ممكن إذا تحقق آسيا ويصير قريب على العالم أنا ما أقدر لا ربما ما يتحقق الآسيا زم حديث أستاذ خالد هل هو أمنيات أم وجود خطة مدروزة لا طبعا ليش أنت عندك موارب بشرية عندك مدربين راح يجيك مدرب أجنبي عندك مماربة بالتبارين خصصي لهم رواتب معظم السباحين المنتقبات الوطنية محتنين بهم عارة السباحة عوائل يعني صراحة ناس محترمين عوائلهم متابحهم بعض السباحين صراحة بهم يعني أكون مثلا لاعب مستوى صعد ناشين شباب كسر أرقام المتقدمين معاولين على كم أدنا مواهب أدنا مواهب إن شاء الله معاولين على هذا أكدان يعني نحن من أدهم مدربين كفاء عراقين نحن نعززهم بالمدرب الأجنبي لتطوير كفاءة السباح وكفاءة المدرب المشاركات النسوية أدنى يعني أدنى تقريبا من 5 إلى 7 سباحات السباحة المتميزة فلان العميلي سباحة ممكن واحد يتعب عليها ممكن تحصل إنجاز البطولة العربية القادمة زيب طيب تشوف إنه أكد تشجيع على مستوى موضوع السباحات اللي عدناها بالأرواب قليل قليل يعني ممكن لك من 5 إلى 7 ساعة طيب شنو ممكن إنه يسرف الدافع معين يطلع نعرف إحنا اليوم إحنا مجتمعنا مجتمع أي حد من هذه الرياضة هو هذا السبب يسي لعدم تطور الرياضة الرياضة النسوية السباحة يعني اللبنية بستكبار زين إذا صارت لا إحنا نتعرفه لا أكيد بس القصد إنه لو صارت حوافز معينة لللاعب سواء إذا كان ذكر أو أنثى ممكن إنه تتغير هاي شوية النظرة هسا على سبيل مثال إحنا كنا نعرف ونحكي يعني من المجتمع ما جاي من غير مكان تشوف أي واحد عنده موخبة أو عنده رياضة يريد يروح يقول يا طوبة دعوفة يا رياضة دعوفة دروح عيش دروح عيش استمتع دروح إلى آخر هنا شي يرادلنا هنا يعني ما يرادلنا أنه فتحافز معين يجيب هذا هو أكون سببين أنا أتكلم بالعموم طيب سببين رئيسية ما تخليك تحصل على إنجاز السبب وجود الدعم بالمستوى المطلوب يعني أنا متكلم أكثر من أحد الدول ينضي مليون دولار سنويا إلى مسبح معين حتى يتدرب المنتخبات الوطنية مليون دولار طيب ناهيك عن الامتيازات والحافظ التي ذكرتها أما تعتبر معظم الموازنات لمعظم الاتحادات خجولة يعني ما تقارن بالدول القريبة علينا حتى تحق النجاز هذا رقم واحد هذا سبب السبب الثاني الثقافة الاحترافية لغيار العلاقي متدني يعني ما تشوف أنت الفرق بيننا وبين الدول المتطورة تشوف الغياضة دول المتطورة يحافظ على الياقة المتطورة غذاء غذاء علمي علاج علمي تدريب علمي ما يسهر بالليل ما يروح للكوفي ما يشرب النار قيلة ما يشرب جقاير ما كده يعني ما يسهر يقل الصمع غذاء غذاء المثالي علاج والعلاج العلمي المتطور هكذا يعني تشوف التقافة الاحترافية بيننا وبين هذه الدول مختلفة يعني يعني عذرا هذا السؤال المفروض أنه أنا ما سأله لأنه أنت رئيس الاتحاد يعني رئيس الاتحاد المفروض أنه يقول أنا عندي خطة لمعالجة هذه الأمور أنت عندك خطة يعني نحن نشوف أنا قبل شوية أسلع بتكتلك أحلم عائلة السباحة من الناس المحترمين أنا أكد لنك تكلمت بالعموم إلا نتكلم بالقصوص معظم السباحين اللي هم منتخبات وطنية طبعا الرياضة الوحيدة اللي متابعة من قبل عوائلهم أنا تشوف الجمهور اللي يحظر في يوم المسابقات الاندي هو ترعوائل نعم ف أنا ما أتكلم عليهم من خصيتهم من بعد النصيحة وولدنا كلهم ولدنا أنت كذا لا تسهر أنت يعني بعض الأمور يضرب صحتك كالسجار أو النقر السهر يضرب صحتك أكل البيض كذا يضرب صحتك هذا ما يرادل يعني أنت هذا الإنسان هو يرتب نفسه على هذا العساس هذا طبعا ما يحتاج أنه أحد يرتب وضع أنا اليوم بريض سكر فرحتني بنفس مثلا لا طبعا كيف ما هو ليش قلت لك لك لو كانت أكو حوافز مهمة تخلي رياضي ينظر غير نظرة يقول لك أنا هاي الحوافز بس ما أطلع نتيجة أطلع من عندي أهل أحد الأسواب هذه العقابة ما ما ناوين أنه سنفد طريقة معينة تحفزون بها اليوم الحوافز في هزو الأموال هي كلا بيد الدولة قبل شوية أسلم مثلك الأموال موازنات خجولة بالنسبة مقاراة مع دول الجوار تشديد السوي يعني ما علي حاض يعني أكو أنا ما أقول اهتمام معدوم أكو اهتمام من الدوار ذات العلاقة في الموضوع بس هم الوزارات فإن مرة شيكا منعتها الوزير الحالي يعني تعرف إتهم في اجتماعاتهم الخاصة والعامة في منسوزراء تنطرح بعض الأمور الملحكة معالجة أو محاربة الإرهاب أو معالجة المياه أو معالجة الكهرباء أو كذا أكو بعض الناس أو بعض الجهات تحتبر رياضة كمالية ما تحتبر شيء أساسي طبعا طبعا لا بالأخص العيّة مو يعني هو الأغلب أنه يقول لك أهم شيء يراد أسوي تفاصيل معالمية هي شيء مرتبط هو بناء هو الإنسان وحدة بناء المجتمع والصلاح صلاح المجتمع الفسد يأثر على المجتمع يفترض هل تريد رياضية ذات تقاطية فكريين رياضة ساهمة بجزء كبير في صلاح وتنمية الذهنية الفرد العراقي على أقل تقدير إذا أريد نحكي أي شيء خلي ممكن أنه بكل ممكن لا لا بصراحة أشوفك تحكي أي شيء يعني أقول أنه المرحلة القادمة اللي راح تجي مراح يكون بها أي تطور مراح يكون بها أي تغير راح تكون نفس هذه المرحلة ونفس اللي بعد الدولة دعتها عجز ما لي أنا هذا كلام راقي ما جايبين أنا ما مش هام بس إذا الدولة ميزانيتها خاوية حتما من التوزع على الوزارات والفطة الاستثمارية تكون الخجولة هذه الموازنات أنت شوف منح مال الرواق هي أخذت من حصة الدعم عندي أي طبعا وللجأكم موازنة ليش قوهم يمطون عندي مثل ما كانت نساء طيب خلي هس نطوي هذه الصفحة صفحة السباحة ونروح للموضوع الحشد اليوم الحشد من نقول نادي الحشد الرياضي نباوى على كرة السلة ما شاء الله نتائج جيدة يحقق أيضا فترة قياسية صار عندما احترفين الثاني عدكم أمريكان مو وجايت تنافسون يعني عدنا 24 لعبة 24 لعبة ومعظمها بالمراكز الأولى أول ثاني ثاني طيب مو فقط سلة نادي حشد فكرة منه شوان نتعسس وين رايح يعني هو النادي هي فكرة السيد رئيس الهياء طيب وأنا كلفت بتأسيس النادي كأمور إدارية وإجراءات أنا كالمستوى الشخصي أنا تابعتها ولكن هي فكرة السيد رئيس الهياء أن يكون هذه المؤسسة العسكرية أسوة بقية المؤسسات أن يكون لها نادي ليس الرياضي فقط النادي رياض اجتماعي ويطمع السيد رئيس الهياء فتح أكاديمية للنادي اجتماعي رياضي في جمع المحافظات طيب رياضيين جاء يتبطوهم رواتب يعني ساعدتنا الهيئة في تعيين كثير من الرياضيين فعدنا تقريبا خمسة العاب أو ستة العاب ما نمطيهم رواتب هم يأخذون رواتب من الهيئة متوار منتسبين ومفرغين مفرغين عن نادي هذا ساعدنا كثيرا إضافة أن الهيئة تنطي موازنة نمطي رواتب اللي بقية فماشي أموم للإدارية وأساسين مثل ما قلت لك 24 لعبة وصارعة ولكماء وكانو وطاولة وساحة وميدان وسلة ويد وقدم وجودة وتايكوندو وتراجات وشطرنج وكيكوشانقاي هنعدنا فقط اثنين غير رولمبيا معظم هذه اللعبات هي قاعد رياضينا يسعدوا المنصة يعني من أول ثاني ثالث طيب التمويل من الهيئة من الهيئة هل هو يتم عن طريق استقطاعات مثل بقية الوزارات مثل بعض الوزارات اللي موجودة هم السنة الموضة ما عندهم وازنة تقرضون 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 الآن أتم قرار سيد رئيس تفقوا للأخوة المالية أن يكون جباية ألف فقط ألف دينار ألف دينار من كل منتسب مولون بها النادي مش قلت تطلع هاي الألف تقريبا يعني أنا هاي المنتسبين من 170 ألف إلى 200 ألف يعني تقريبا 170 مليون بالشهد 170 مليون على عدد هاي الميزانيات اللي راح تكون أم تجيب بعد من الهيئة لا لا مو قلت لك هم الهيئة تريد تقرضون تريد تقرضون تريد تقرضون تريد تقرضون ما قرضتنا قبل سنة يعني على اعتبار ما كان عندنا موازنة من العام المصر يعني فمن هذه الأموال اللي راح تشدد الأموال مالتنا هذا كذا طيب برأيك ما هي الأمور الأمور ما هي الأمور ما شي يعني يعني في بعض الأحيان ناخذ من نفرية رئيس الحياة إذا ما قد نفلوس أي شقد نفرية رئيس الحياة يعني شتريد تاخذ بلا أي قرضنا بعضين أي يعني أسا خلي نفترض بقول ميتين تجي يعني راح راح أمضي أنت تريد أرقام يعني أريد رقم أريد أفتهم نحن تقريبا هاي الأربع عشرين اللي قتلك عليها نعم الصرفة عليها تقريبا مليار ومئة خمسين زي على مدار سنة أنا شوف فد مبلغ كلش قريق ياسا إلى بعض الاندي طبعا أربع عشرين لعبة هو هو برات وسفر وكذا دورين ما باخلين شي على رياضي زي 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 حسن اليوم أنت صرفت مليار وشوية خلال سنة وانت تقول أنه راح تسوي جباية من المتوسدين من يسرعتهم فلوس يعني من يسرعتهم فلوس يسوي جباية يعني راح تجي مبلغ مئة وسبعين زين المئة وسبعين هذا يعتبر أنه مبلغ شهري مبلغ شهري يجي للنادي هل تعتقد أنه هذه الأموال خلي نقول على مئة وسبعين على مدى أثناء الشهر تسوي مليارين وشوية مليارين مليارين إلا مليارين إلا هاي المليارين اليوم تكفي لأربع وعشرين لعبة اللي اللي أنشعت لا مو كلا تكفي مو كلا تكفي زين شنو الحل بهذه الطريقة أنه يعني هل ما معقول نجد يوم يعني لكل حاج نستحدث نادي ونخلي وتالي بعدين لا هم نصرف لرواتي يعني هسا كمرحلة هي تعرف العافية بالتداريج هسا كمرحلة أولى قرضانا المرحلة الثانية جباية ألف لربما المرحلة الثانية جوز جباية ألفين أو تعرف الأمان العام المؤسسة التي أدها نادي أو أنية المؤسسات تصرف عليها كالأتي كان مليار سنوي هسا صارت مليارين صارت مليار ممكن الهيئة تصرف على النادي ممكن ممكن إضافة إلى هذه الجباية تدارينا نطورها بعد أكثر مثلا السنة القادمة أوعدنا الأخ رئيس الاتحال العراق الكافتين عدنان درشال راح يعمل معايير إلى كرة القدم لماشي كينا لقلنا لألو إحنا نلعب ثالث فقال صبولي راح أخلي معايير ممكن تلعبون بدور المحترفين فإذا أصال دور المحترفين أو معايير نلعب ممتازة أو أولى راح يراد أن نطور فرقنا أو مشاركات خارجية سيد رئيس الهيئة وقادتها يرغمون أن فرقنادي تشارك بطولات العربية والعاسيوية وراح النادي الحشير راح يشارك بطول العاسيو بشهر السادس هذه أيضا مشاركات يرادلها أموال بس أنا يعني أصرحت والآن راح أأكد هذا التصريح أنه الهيئة كلما رفت شي ما بقل عني يعني حتى بالمشاركات الخارجية زين أعرف وإحنا نجي اليوم نسوي حسن شونت رقاب المالية لا لا مو رقاب المالية لا مواني أردفتهم عاني حسن كمواطن يعني حسن أنا ما واضح مو كمقدمون لا 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 واضح لكن أنه أسئلة كثيرة عندي حول هذا نقول أنه اليوم سوينا نادي هذا نادي يحتاج لنا تحتاج تقديرك النادي نتائج وجود ملفت نظر لو ما ملفت طبعا ملفت نظر حسن أردفتهم أنه المقر مات ملعب أكو شنو وضعه أكون نية في أحلى المقر نادي اللي طلعنا عنه إجازة بالإحسانية طيب هي أرض وقف للشهيد رائد أخو السيد رئيس الهيان ومطان ناحا السيد رئيس كم مساحتها تلد دوان تلد مشاعات رياضية وقاعات هاي ملك طابو باسمه لا مصاطحها مصاطح طيب أو استثماري طيب بهالطريقة هذا أول إحنا أدنا أرض الآن أدنا مخاطبات مع الأمال العامة من مجلس الوزراء إذا نطلعها راح يصير في شنطربالات في المكان وين هاي القاعة الثانية تتحجي عليها يعني في شنطربال أنا ماذا أتكلم عنها حتى لا أثير مساحتها كافية جدا حاليا المقرات معلتنا بالحسينية وفي هنا في المسمح وفي الكرار المقر الماني معلتنا زين يعني ثلاث مقرات بسنتر بغداد وين هو أكيد أنتو تأخذوا بسنتر بغداد يعني يعني من عده لا بعد يعني هاي كيف رصافة رصافة يعني معابعتها يعني مخاطبات بينه بين الأمال العام يعني بعد يعني ما صاير فالشيء نهاي بسارة أمنياتنا ومالكة ننجح بتحقيق هذه الأمنيات هل قدرون ما يطوكم هما شهادهم لا قانون أخو ما كش بالقوال وبالقانون نحن نريد القانون يعني وأقول مخاطباتي زين عدتكم خطة أنه لإنشاء الملعب بعد أنه لو كان أنه أخذت هاي الأرض اللي موجودة في وسط بغداد أو فيما لو رجعت لأرضي الحسينية ممكن ممكن قطر تبطينا ملعب بعد اثنين شو علاقتكم زينة بيها ممكن يعني أساني ما ريد أحول يعني أحول الحوار إلى سياسي خلينا بالرياضة ممكن ممكن أنا أقول ممكن لحنا أقول ممكن شو الممكن ماتتك يعني آلي أشيك بي شو وعدوك بشي المهم أساني قلت لك إذا صارت الأرض فملزم الهيئة تبنيها لا مو فقط منشيات رياضية ومنشيات اجتماعية نريد نطلع المجتمع من نشاطات مجتمعية واحدة على مستوى التقافة على مستوى الألم على مستوى الفان وعلى مستوى رياضة فإحنا مو طموحنا فقط نبني ملعب أو قاعة أو رياضة لا لدينا نشاطات مجتمعية طيب من بديته وأسسته النادي بالمناسبة سيد وزير الشراب مشكور ومطانا الساحة المكشوفة بصف قاعة السلة لنشاطات مجتمعية ورياضية طيب هل موضوعة اختيار دعم السلة كان مناطبي خالد بن قبيان أم جتيهيج يعني يعني ليش ما دعمت القدم ليش نعمت السلة أول ما تأسس النادي كتابنا كتاب إلى الخوف التطبيعية أنه نريد أن نشارك في دور العراقي الأولى وافقوا دور العراقي لكرة السلة أو القدم القدم طيب مع الأسف كانت القرعة سوتها التطبيعية عملتها التطبيعية لدور الأولى قبل ما يوصل كتابنا كم يوم فاعتذروا أن نشارك في الأولى فصار اتفاقنا عنه اللعبة الشعبية الثانية في العراقية السلة وكان أكبر اللعبين معهم موقعين مع الأندي وعندي أخوي الأصغر هو لاعب في التخاب السلة صارت هذه الفكرة مع السيد رئيس الهياء أنه نشارك بريق قوي وشاركنا الحمد الثالث على العراق العام المنصر من الدور وإن شاء الله وحسا بالجديد بدأت توجه أنه على كرة القدم أيضا القدم طبعا القدم دعمنا للقدم كأنه نلعب درجة أولى وبدليل مطولة الكاس كاس العراق فزنا على فرق نازلة من النخبة وعولة وفزنا تقريبا أربع فرق من ضمنها نادي الجامعة ونادي التاجي السنة من قلون الثالثة سأمل عن صراحة فزنا على النهضة وفزنا على الأسكان يوم أمس أو الأمس يعني أو 5 أو 2 ففريق ناعم أيضا يلعب يلعب قدم صحيحة وتعبانين عليه والكاذر التدريبي كاذر محترم ونطمح إن شاء الله بالمستقبل المباراة السلة ومباراة القدم أن ننقلها مباشرة على صفحات طيب أعضاء المكتب التنفيذي من هم أعضاء المكتب التنفيذي هل هم قصد عفوا الهيئة الإدارية عفوا هل هم يعني منتسبين في الحشد من خارج الحشد هل هم نجوم رياضة يعني الرئيس نائب الرئيس هو من الحشد طيب نائب الرئيس هو السيد أبو فدك نعم نحق أبو فدك اللي هو رئيس أركاب الهيئة ولمين المالي أيضا سيد محمد الحاشمين سيقص أيضا معروف يعني عفوا اللي السؤال هو استفسار وليس سؤال أبو فدك اللي هو السياس رئيس أركاب رئيس أركاب الهيئة الهيئة هو هو نائب رئيس نائب رئيس خمسة یا اثناء من الحاشد وثلاثة استقال الأخ أمين صل الاتحاد السباحة واستقال وكلفنا أحد الأخوة الأخ عباس وفاضلا عبدالر سابق حي المحلة موقعاً من منجر الانتقاءات إن شاء الله طيب هيا وقتها هيا وقتها بالضبط يعني متى تعرف يعني انه متى راح تصير انتخابات قريبا جدا قريبا جدا متى يعني ما بحدي دي وقت بس قريبا جدا يعني من نص سنة بلغك والله هي يعني اكيد يعني احنا راح ناخذ خبر لنا كأعلام وكفضائية يعني بس قريب ان شاء الله شون تعتمدون الترشيح على نادي الحشب يعني هو القانون القديم انه بدرات اشتراك من يدفع بدرات اشتراك والهيئة المؤسسة يعني القانون القديم نعم القانون القديم هو قانون يجيز من الترشيحات للهيئة المؤسسة وكذلك الهيئة العامة من دافعي بدرات اشتراك طيب خليني شوي اجي على اسم نادي الحشد لربما هذا الاسم ممكن انه يكون حساس نوعا ما في كثير من الجوانب اللي اللي موجودة واهمها هي المشاركات الخارجية شون راح تعالجون هالموضوع هذا جربتوا انه اتخاطبون يعني بالمشاركات الخارجية لقيتوا استحسان خلي نحكي على كرة السلة يعني احنا نشوف الاخلاع الكريم هي تجربة يا خلي نقول الاولى السلة السلة ما شاركنا بسبب تأخر كتاب دعوة الاتحاد العربي ما اجت لنادينا بصورة او بوقت مبكر دعاء الاخوة في اتحاد السلة انه احنا نطينا النادي النفط اللي هو الاول على العراق وتأخر بالرد لمدة شهر لمدة شهر هذه الفترة هي خلت الاتحاد العربي يضع امور اللوجستية على الطاولة وسمح لليمن باثنين والفلسطين اثنين واكد احنا ما صار صار لغط انه كأنه الامر سياسي لا انا ما اعتقد بالعكس رئيس الاتحاد العربي لواء اسماعيل شخص محترم من الامارات من سمع انا رئيس النادي قال كون اشوف ابدو باي بس انا كانت ملتزم مع الوفد العراقي فما قدرت حتى اجتوضح وحتى ان نطلع بتصريح مشترك على وحول هذا اللغم ثانيا احنا قبل كم يوم او قبل شهرين اجتنا دعوة من الاتحاد العراقي هل تشتركن في البطولة الاسيوية للكرة ريال حتى تبع فريقنا محترم كرة ريال قدرنا هم معافقين فدفعنا بدل الاشتراك للاتحاد الاسيوي محترم وجعنا اشعار الاخوة فينا للحشد تم استلام مبلغ الاشتراك لإقامة القرعة لمشاراتكم الشهر حزيران من عام 2012 في البطولة الاسيوية لكرة ريال هاي شهرة جيدة مع الحاض انه الهيئة سعيد رئيس الهيئة وقادتها يرغبون ان نشترك خارجيا بمعمر الفعاليات طيب يعني اكيد هم يتمنون مثل ما احنا نتمنى هذا اللغة في مسألة الاعتراض يعني احنا مهولين ماكو واحد يقولي نادي باسم حشد او نادي باسم لا استاذ خالد خليني بس يعني نوقف عند هاي الشغلة انا وقت ما عندي يعني اريد اوضحها الناس تشوف انه موضوع الحشد خارجيا سياسيا يحكموا رياضيا سياسيا خارجيا الدول العربية يعني هي ما مستستسيغة كحشد وك جراء انه كثير من الاشياء السياسية صارت مريد نطرق لها احنا برنامج رياضي بالنهاية فيقولك انه انا خاف تنعكس النوبة على النادي الحشد الرياضي تنعكس هاي العكاسات السياسية على الرياضة فمن هالباب هذا يكون السؤال لا اكثر ولا اقل يعني انا اشوف الرياضات في معظم الدول ما اقول كلها ما يهتموا لهذا الرياض احنا مهولين دياريت نتمنى هالشي هذا احنا 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 في تجربة الاشتراك في قطر بطولة الاسيوية وشهر السادس قلنشوف اذا صار رفض في سبب سياسي خون اعلن استاذ خالد احنا وصلنا الى فقراتنا الاخيرة اللي هي القرار الاخير الفقراتنا تقول انه ماذا لو كان اليوم اخر يوم لسيد خالد ابنيان عفوا انا اخبط دائما اقول خالد ابنيان خالد ابنيان في اتحاد السباحة شنو القرار اللي يتخذه يخدم اتحاد السباحة والسباحين في مسيرتهم القادمة هو قرار من باب الامنية قراري سوف يكون ارغاء التخصيصات المالية لبعض النشاطات بعض بعض المشاركات الخارجية زين وتخصيصها تخصيصها الى معسكرات خارجية الى السباحين الموثموين هاي بيها فترة لو على طول الخطيئة في الدول المتطورة في هذه اللعبة اكتب ان اسمك ووقع عليه اكتب عبد الواحد اللي ينقاف الوارد يزعل من ما يشوف اسمه ضد العمر خلي بس شوية نحشي على هذا الموضوع انه انت تلغي بعض المشاركات النشاطات الخارجية يعني تلغيها نهائيا ام لسنة سنتين ثلاثة وترجع لا هو انا شفت بعض البطولات هاي انا اول سنة نشارك بطولات العالم بطولات العرب ف ادنى سباحين يرادلهم عناية خاصة وهذه العناية خاصة ما تصير احنا تصير بدول متطورة وتحت اشراف مدربين متطورين يعني شوف يعني انتك فقد معلومات بعض اصحاب المداليات الذهبية في بعض الدورات مثل هذه صوعة او الاربعمية في الالفين في سيدن يعني هذا كان يدرب بالامريك المالولي التونس كان يدرب بالامريك في افترض احنا الموهوبين ندسهم بذاتول متطورة في لعبة السباحة مو شهر و شهرين سنة و سنتين يعني حتى اطور قابلتها وقدرتها هذا الموضوع احنا انا قلتلك هاي من باب الامري انا صادق بالموهوب يعني لو اكو مادة انت متفكر في الشقرات طبعا اكيد ممكن انه انت تستثمر وهنا توفر داخل العراق ما شاء الله احنا عدنا الاراضي مفتوحة والعقول عدنا ايضا تشتر لكن التنفيذ عدنا صفر ممكن انه لو موجودة اموال تبني مسابح اذا ظاهر مسابح الدولية وتخليهم هنا يدربون او على اقل تقدير ممكن انه يروح معسكرات بين فترة و فترة مو يروح هناك مثلا في السنة و سنتين حتى ينمي مهاراته وطاقته استاذ خالد احنا نشكرك جدا اليوم على استضافتك هاي انه انتهت حلقتنا لهذه اليوم خلص يعني وقتنا خلص شكرا لك ايضا شكرا لزملاك الكرام واني صراحة احتضر اذا اخرتكم يعني لا لا بالعكس بالعكس احنا اتمنى لك الموافقية مسيرتك القادمة مشاهدين الكرام وصلنا الى نحاية حلقتنا لهذه اليوم لهذا اليوم افوا من برنامج العرب لترككم في امان الله وحفظه انتظرونا في حلقات قادمة قيم الله اشتركوا في القناة